أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الاهتمام الذي تليه الدولة لملف تصدير الوحدات العقارية لفتا إلى ما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمناقشة عدد من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار أوضح مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض بهذا الملف الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المشكلة لدراسة أليات تصدير العقاري للخارج لتوفير النقد الأجنبي وبالإضافة إلى ما تم إعدادهم من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن